دي من كينين انتهازين اللي تبغوا يأكلوا الشوك بفهم الآخرين اللي تخلوها تبغي طيب و تبغوا يدخلوا عليها كما دا حايا اللي كنت نقولو دي النمي كما الآن كين اللي دير يرسوا بما كين أنهم تدافعوا المتقاعدين هم رأى في نفس الوقت كان تيروجوا باش يديروا التضليل باش يديروا التضليل و يساعدوا الحكومة في ترويج المغالطات و بأن المتقاعدين تستخدوا إما مني تتكون يعني زيادة في الحد أدنى للمعاشة و تبدو خرج تقول لك رأى كين زيادة للمتقاعدين يا إما من تكون تخفيض الضاربي و تخرج تقول لك رأى كين زيادة للمتقاعدين هاكش هل غد زاد المعاشة مني خرجنا قبل و قلنا لهم و عريناه و مسفحناه و كنا تنقولوا قبال و قبل ما يوصلوا للتفاق دي لتسعود و عشرين كنا تنقول لهم رأى المتقاعدين رأى بزاق الفين و منذ سنين و احنا تنخرجوا تنورضحوا بان المتقاعدين رأى لهم الله رأى ما كيش اللي تحقل عليهم حتى هادو اللي ديرين جمعيات و ديرين هيئات للدارس دي للمتقاعدين فكانوا تدافعوا على روزهم لأن الأغلبية دي لهم فطحين أغلبية دي لهم معيشين شهد المعاناة دي للمتقاعدين اللي تشدوا جوز الفرانك أغلبية دي لهم يعني رأى تشدوا 12 ألف درهم 13 ألف درهم أغلبية دي لهم تهمهم غاى الصفاريات غاى يعني لا ريديكسيون دي لتذكر الرحلات لا ريديكسيون دي لولوج الفاناضق الفخمة إلى آخيري فهم لا يعيشون المعاناة دي للمتقاعدين اللي مزا بزاق سبعة وعشرين سنة هادي والآن بعد ما وضحنا الأمور والفيديوهات والمباشرات للتاريخ راموندو قرن وزمارة اللي خرجوا كلهم يتباكون وكان اللي خرج أول حاجة ما خرج مسيفة لهم دخلوا واجب لهم خيارات أش عطيتي وأش قدمتي لهم وغادي نجو غادي نقولوا الآن بعد ما كل شي عرف بأنه رافقت الحكومة المغربية هي اللي ما تتزيد ومعمرها زادت في المعاشات التقاعدية يعني للمتقاعدين ودخلة منظمات دولية دي المتقاعدين وعالمية على الخط فالآن هناك أمور ستبدأ في 2025 مرتبطة ومواكبة لإصلاح هذا التقاعد لغادي نبينها في شي مباشر لأن الوقت لا يتسع فالانتهازيين والانتكاليين فرا ما يمكش لكم تتاكلوا الشوك بفهم الآخرين أما هذوك اللي تخرجوا وتروجوا الضريبة عن الدخل واش المتقاعدين تستافدوا ولما تستافدو وصير قلب على شي حاجة أخرى صير قلب على شي حاجة أخرى أما المتقاعدين ركينين الرجال الرجال اللي تدافعوا على الناس المتقاعدين اللي خارجين تيسعوا اللي ديرين اللي تديروا ديقار ديقار ديان باش يكملوا الشهر لعدهم معاشات هشة هزيلة 2019 حنا تنغوطوا على هذا شي في كتو كتو في الراحلات والسفاريات ومن وقت ما بغوكم فيش انتخابات ديال تعاضوا ديال تجيبوهم باش يصوتوا ليكونوا شي انتخابات تجمعوهم باش دير هدي خدمتكم الآن را كل شي راكب على الانتخابات المقبلة فكل واحد قلنا لك باقتي هذرتي خرجي بغي يوضح هاد الضريبة عن الدخل اللي هم تعرفوا اللي في ملواو منعصات الطبال ما تيفرقوا التخفيض الضريبي من مراجعة الضريبة عن الدخل من الاعفاء الضريبي وقال لك ديرين مواقع وتي في السرق وصير بعد تتفهم اشنوها المصطلحات باش تبلينا هو باش هو اتبلينا فمن يدافع عن المتقاعدين هو اللي تيعيش معاهم هو اللي تيعيش المعاناة ديالهم هو اللي تشد بحالهم معاشات هش هزيلة لا تصل حتى الى الحد الأدنى للمعاش اما انتم اصحاب معاشات سمينة كفاراكم دائما كنتم مستافدين من التخفيض الضريبي دائما واحد ربعمية درهم وخمسمية درهم اللي كانت تزادكم في الوقت اللي تزادت ستمية درهم وتحرفوا وتحرموا المتقاعدين اللي ما عندوش ضريبة عن الدخل والحكومة سواء البنكيرانية سواء العتمانية زادت في الحد الأدنى للمعاش حتى وصلوا ألف درهم ومن بعد وصلوا وصلوا لألف وخمسمية درهم ورا استافدوا معهم حتى أصحاب المعاشات الآن داك اللي كانت عندهم معاشات سمينة اللي عندهم ضريبة عن الدخل الفئة اللي ديمن محرومة ومجمدة المعاشات ديالها من سبعة وتعين الى الآن فهي الفئات اللي عندها بين الف وخمسمية ودرهم إلى ربعالاف وخمسمية درهم هذو هما الفئات اللي ما مستفدينش وهذو يلمي الفئات للمتقاعدين المستهدفة في الأول وفي الأخير إذن إذن إلا متستحيف ففعل ما شئت وباقي نغندروا معكم واحد المباشر وغد نعره ونسفح نعره ونسفح وغد نرجعه إلى التصعيد مع البعض اللي يجيين خارجي تيقول لك شنه المصادر ديالكم المصادر ديالنا وصير سوو اللي هملك حل سوو الهردوسية ديال خالتك حنا لدينا ما يفيد ومن تنسيب له تنجيبها اللاسقة لاسقة أما الترسيم فابتداء من التلتاء وانتظر الساعة دور 120 تريك نمي مدقاش معامن